السلام عليكم ان شاء الله هنكمل حل كتاب نيوتن احنا فيه المحاضرة رقم 7 الفكرة رقم 2 تقسيم الطيارة على مجموعة مقامات على التوازي السؤال 176 بيقولك امامك 4 دوائر كهربية A و B و C و D في اي دايرة تمر نفس جنة الطيار في جميع المقامات المتصلة بالمصر بمعنى الدايرة ايه فيها كم مقامة دي واحد اتنين تلاتة اربعة هل اللي اربع مقامات بيمر بهم نفس الطيار تعال نشوف المفروض ان الطيار بيخرج من الكتب المجاب فيعدى الطيار الكلي على المقامة R يبقى المقامة دي مشي فيها الطيار كمتو اي هيجي الطيار هنا هيجزق لانه لقى منطق التوازي فيجزق عليهم بالتساوي عشان المقامات متساوية فهنا يبقى اي على اثنين وهنا يبقى اي على اثنين ويجي يجمع هنا يرجع اي ويمشي في المقامة R دي طيار كمتو اي يبقى ملاحظ ان مش كل المقامات مشي فيهم نفس الطيار في مقومات مش فيها طيار قيمتو اي وفي مقومات تانية مش فيهم طيار قيمتو اي على تانية يبقى الاختيار ده مش نفع هروح للاختيار الشكل رقم بي هقول ان انا عندي في فرع فوق قيمتو ار و ار اتنين ار وفرع اوسط ار و ار اتنين ار وفرع تحت تالت عبارة عن اتنين ار فلما يجي الطيار لو افترضت ان الطيار الكل يقيمتو اي فهيتجذأ عليهم بالتساوي هيمشي هنا اي على ثلاثة وهنا اي على ثلاثة وهنا اي على ثلاثة الجزة على ثلاثة أفرع يبقى الطيار اللي هيمشي في المقاومة دي اي على ثلاثة ودي اي على ثلاثة وهنا برضو اي على ثلاثة واي على ثلاثة وهنا هيمشي اي على ثلاثة ويجو كلهم يتوحدوا ويبقى اي على ثلاثة زائد اي على ثلاثة زائد اي على ثلاثة يرجعوا تاني قيمتهم اي ويروحوا على السن يبقى الاختيار ده صح طيب هروح للشكل سي هلاقي الطيار الكدبي هيمشي من القدب المنجب هيجي هنا يتجزق عندك مقاومتين على التوازي واحدة ضرف التانية فيقوم الطيار يتجزق التلت والتلتين التلتين دي القيمة الكبيرة للجزء التجزئة فهتروح للمقامة الصغيرة يبقى هنا تلتين الآي وهنا تلت الآي يرجعوا يتجمعوا ويمر هنا يبقى المقاومات مش ماشي فيها نفس الطيار فيه ناس ماشيين فيهم تلتين الطيار وناس تانية تلت وناس طيار الكلي يبقى دي مش تنفع طيب هنروح للشكل ده هلاقي ان السلك ده متوصل على التوازي مع المقامة فهيلغي المقامة والطيار يمشي كده وبالتالي هتبقى عندك مقامتين ماشي فيهم نفس الطيار والمقامة التالتة ماشي طيار قمت بصفر اذا القيم مش متساوية ادام فيهم واحد طياره بصفر يبقى مختلف عن الطيار التاني وبالتالي ده كمان مش معانا فيبقى الاجابة الصحيحة الشكل بي خلي بالك الشكل بي موجود في الاختيار رقم ده لقع تلخبط نفس الاسلوب ده جهة انت حامش السنة الفاتت لقبلها ان هو يختار لجبيه انت متعود ان بيه هتبقى في الاختيار بيه لا هو جاب لك البيه في الاختيار ده السؤال رقم 177 يقولك عندك خمس مقامات متمثلة قيمة كل منها 1100 اوم وصلها كما بالرسم فعايز قراءة الاميتر طيب تعالوا كده نجيب المقامة المكافأة للدائرة دي هنقول الار المكافأة لما يكون عندك مجموعة مقامات متوصلة على التوازي ومتساوية بتاخد واحدة منهم على عددهم يعني هتقول 1100 على عددهم 12345 هيطلع معاك الناتج 220 اوم طيب تعالوا نحسب الاي توتل هنقسم البي باتري على الارات اللي عندك البي باتري اللي هي 220 على الارات اللي عندك اللي هي 220 يطلع الطيار قيمته واحد امبير تماما لما انت عرفت قيمة الطيار واحد امبير هتتعامل معاه ازاي هتقول الطيار هيخرج من البطارية قيمته واحد امبير هيجزع على الافرع دي بالتساوي لان المقامات متساوية فهيتقسم الواحد على عدد الافرع اللي هما خمسة يبقى الطيار هنا هيبقى خمس امبير وهنا خمس وهنا خمس وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام طيب هيجي بقى هو مروح الخمس ده يتوحد مع الخمس ده عنده النقطة دي يتحده مع بعض يبقى خمسيه هيجي هنا هيجمع مع الخمس التاني يبقى 3 خماس يعده في الاميتر يبقى الاميتر هيقرأ 3 على 5 امبير يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم دي السؤال رقم 178 بيقولي في الدايرة الكهربية التي أمامك إذا علمت أن i1 على i2 بالساوي 3 فين i1 يقصد قراءة الاميتر i1 وفين اتنى الهي i2 يقصد قراءة الاميتر اتنى تمام طب إحنا عندنا كم فرع إحنا عندنا الفرع ده فيه r و r على التوازي يعني فيه r على 2 وفيه الفرع ده اللي هو فيه r بس وفيه الفرع ده اللي هو فيه r بس وبعندي 3 أفرع على التوازي الفرع اللي فوق r على 2 الفرع اللي هو أوسط r والفرع اللي تحت خالص rx تمام انت قلت لي عن i1 على i2 هقولك i1 على i2 بالساوي r2 على r1 i1 على i2 بتلاتة الواحد بالساوي r2 اللي هنا اللي هي rx تمام والr واحد عندك يبقى هنا نبقى الر واحد الر واحد اللي هنا يبقى احنا بنقول الر واحد اللي هي قيمتها ايه في الفرع ده الفرع ده اللي هو عبارة عن r و r اللي احنا اتفقنا انه r على 2 r على 2 مقام المقام بسط تعالي ده بترافين فاسطين 2 rx في واحد ب2 rx و 3 في r بتلاتة r احنا عايزين الر x بدلاتة r يبقى نقول rx بالساوي هنجيب دي هنا البعيد على القريب يعني 3 على 2 r نضع في الاجابات اهي 3 على 2 بدلاتة r يبقى الاجابة الصحيحة هتكون رقم جيب السؤال رقم 179 في الدايرة الكهربية المقابلة عندما كان المفتاح s مفتوح طبعا لما يكون الاس مفتوح يبقى معنا كده ان الفرع ده مش معانا فكانت قراءة الاميتر واحد امبير ولما هقف المفتاح s طبق قراءة الاميتر كام تمام يبقى نهرسم دايرتين انا شلت هنا المفتاح وبعدين قفلت المفتاح هنا عشان نشوف الوضع يبقى عامل ازاي في الحالة الاولى والمفتاح مفتوح بيمشي الطيار الكلي من البطارية يعدي على الاميتر يبقى هنا الاميتر بيقيس الطيار الكلي وكان مسجل واحد امبير تمام وبعدين يجي الطيار يجزق هنا جزء وهنا جزء بالتساوي عندك الار والار دي متوصلها على التوازي يبقى مقاومات الدايرة عبارة عن ار وار على التوازي يبقى نص وهنا في واحد يبقى واحد ونص ار واحد ونص ار ايه اللي ممكن استفاده ممكن اجيب الفي باتري بس انا لو جبت الفي باتري هاجيبها بدلات الار مش مشكلة عادي الفي باتري بساوي اي فار لانه فيش مقاومة داخلية البطاري تمام الاي قمتها بواحد امبير والار بواحد ونص ار تمام يبقى الناتج عبارة عن واحد ونص ار دي قيمة الفي باتري طبعا لما انا هقف المفتاح الفي باتري مش هتتغير فانا هبقى عندي المعلومات هنا ان الفي باتري بواحد ونص ار وهيبقى عندي المقاومات في الدايرة دي هتختلف يعني مثلا لو انا جيت اشاور على العقد اللي عندي في الدايرة دي عقدة ودي عقدة ودي عقدة لو قلت هنا واحد وهنا اتنين ده سلك فاضي بدا اتنين يبقى هنا تلاتة يبقى المقاومة دي بين واحد واثنين والمقاومة دي بين واحد واثنين يعني اللي اتنين دول على التوازي اخذ واحدة على عددهم ار على اتنين يعني نص ار جنبهم منطق التوازي تانية لان الار دي بين الاثنين والتلاتة والار دي بين الاثنين والتلاتة يبقى ار وار على التوازي اخد واحدة على عددهم يبقى نص ار يبقى هنا نص وهنا نص يبقى المقاومة المكافأة نص ونص يبقى واحد ار تمام عايزين بقى نجيب الطيار الكل الاول خلي بالك الطيار الكل ما هواش كراءة الاميتر الطيار الكل هيجي هنا ويجزق على الفرع ده والفرع ده بالتساوي فالاميتر هنا بغلق المفتاح اصبح بيقيس طيار فرع والحصن الحظ ان المقامتين زي بعض يعني انا هجيب الطيار الكل وقسمه على اتنين يعني بعرفت كراءة الاميتر طب نجيب الطيار الكل هنقول الV باتري اللي هي واحد ونص ار على مقاومات الدايرة اللي هي ار يبقى الطيار واحد ونص امبير طب ده هل ده منطقي ايبقى الطيار زاد لانك وصلت منطقة على التوازي والمقاومات كمان قلت من واحد ونص لأصبحت ار طب انا جبت الاي توتل هل ده كراءة الاميتر لا تل اميتر ده هيبقى متوصل على فرع هياخد نص الطيار يبقى الاي اميتر هيبقى عبارة عن واحد ونص على اتنين هيبقى عندك الناتج تلاتة على اربعة امبير يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم الاف السؤال لرقم 180 في الدالة الكهربية المقابلة عندما يكون المفتاح كيه مفتوح المفتاح كيه مفتوح يبقى الفرع الستة ده مش معاك تكون قراءة الاميتر هنا قراءة الاميتر يعني الطيار الكل يبقى اربعة امبير وعند غلق المفتاح هيبقى ساعتها الستة دي متوصلة مع الار توازي مازال بيقرى الطيار الكلي بس الطيارة ربعا هيتغير نتيجة تغير مقومات الدايرة فيقرع في الحالة دي ستة امبير فعايز قيمة القوى دفعة الكهربية البطارية أنا رسمت الدRISADAS delta وفي حالة المفتاح مفتوح معي الار والاميتر والبطارية وفي حالة غلق المفتاح هتبقى الستة والار والأميتر والبطارية أنا عند المسألة دي فيها مجهولين الار مجهولة وكمان الفي باتري مجهولة طب هتعامل ازاي؟ لازم اكون معادلتين. هاجيب معادلتين منين? المعدتين من واحدة من الدايرة دي. والمفتاح مفتوح. وواحدة والمفتاح مغلق. طيب ايه اللي ما بيتغيرش من غلق وفتح المفتاح. الفباتري مقدار سابط. فالمفروض ان الفباتري بسساوي الاي في القر. الايات كلها في الارات كلها. الاي تو تل هنا عندك قراءة الاميتر قراءة كمتها اربعة امدير اهي اربعة. ايبا انت هتقول اربعة في القر المجهولة لقيمة الفي باتري انا كده كونت معادلة من الدايرة الاولى هروح للدايرة التانية وكون معادلة وهقول الفي باتري عبارة عن الطيار الكل اللي هو قمته 6 في المقاومة اللي هي 6 في R مقاومة التوازي 6 في R يبقى 6 في R على 6 زائد R تمام طيب انا عندي دي في باتري ودي زيها في باتري فانا هعمل ايه هساويهم ببعض هقول 6 في 6 يعني البسط في البسط ما دي اكناه على 1 6 في 6 ب36R على 6 زائد R هساويها ب4R تمام الR دي هتروح مع الR دي على 4 فيها الواحد على 4 فيها التسعة يبقى كأن 9 على 6 زائد R بتساوي 1 على 1 9 في 1 بتسعة بتساوي 1 في 6 زائد R ب6 زائد R طيب تمام انا كده ممكن اجيب قيمة الR يبقى الR بتساوي 9 شيء منها 6 تلاتة اوم خلي بالك هتلاقي التلاتة موجودة في الاختيارات ورقم ألف ده زكاء من وضع الاختيارات فانت ما تكسلش مش ده المطلوب دي 3 اوم والاختيار 3 فولت انت هو عايز الفي باتري فاحنا لسه معانا خطوة هنعوض بقى عن قيمة الفي باتري في المعادلة دي او دي فهنقول الفي باتري بساوي 4 في قيمة الR لهاي 3 يبقى 12 فولت فتبقى الاجابة الصحيحة هتبقى رقم G السؤال ده رقم 181 في الدارة الكهربية المقابلة عايز قراءة الاميتر هتكون ايه طيب هنا الاميتر هتعامل معاه ازاي لما يكون الاميتر على سلك فاضي بيصعب علي السؤال هنجيب ازاي الطيار اللي ماشي في سلك فاضي وخصوصا المشعلي مقاومة هنيجي عند النقطة دي النقطة دي هيتجمع فيها الطيارات عشان تروح السالب فانهي طياره الجمع طيار اللي جاي من الاربعة مع طيار الاميتر عشان هنا يتوحدوا ويرجعوا هنا اي توتل يبقى انا قدرت اكون معادلة اقول اي اربعة زائد اي اميتر هيكونوا الاي توتل لو انا عايزة اعرف كراءة الاميتر يبقى الاي اميتر هتساوي اي توتل او دي اشارة مخالفة ناقص اي اربعة يبقى انا فهمت الخطة اللي همشي بيها في السؤال ده عشان اجيب اي اميتر لازم يكون معايا الطيار الكل اشيل منه طيار المقاومة اربعة طيب هتعامل ازاي في الدايرة دي بقى نحاول نبصتها هنا من خلال النقاط نحاول نبص كده هنلاقي دي عقدة ده سلك متني دي عقدة دي عقدة ودي عقدة هنرقب احنا بنقول اول عقدة من بعد القطب الموجب بتاخد اول رقب واللي انت مروح السالب العقدة دي تاخد اخر رقب هنقول واحد هنا هنقول اتنين تمام هنيجي هنا هنقول تلاتة بس ده سلك فاضي مين قالت سلك في اميتر ما هو الاميتر المثالي عبارة عن سلك فاضي لان مقاومته بتبقى سفر فلو قلت هنا تلاتة هقول هنا تلاتة يبانا الدايرة بتاعت عبارة عن واحد اتنين تلاتة بين واحد في مقاومة 6U ويبا خللستم الستة بين اتنين وثلاتة في مقاومة كيمتها بين الاتنين وثلاتة في مقاومة كيمتها اتناشر this for ماشي وبين الواحد والثلاتة في مقاومة قيمتها 6 أوه وقدي الطيار وقدي مخرج الطيار تمام يب احنا دلوقتي عايزين نجيب I total هنا I total قبل ما تتجزت ده الطيار الكل طب نجيب الطيار الكل ازاي بنقول ان I total بالثاب وTrM على الأرات اللي عندي طب ال V bardzo بكام ب36 طب والأرات اللي عندي بكام سهلة جيبها من هنا عندك 4 مع ال 12 على التوازي يبي 4 في 12 على 4 زائد الاثناشر لتلاتة. تلاتة جنبها ستة يبقى الصف ده بتسعة وهنا في ستة. يبقى تسعة في ستة على تسعة زائد ستة هيطلع تلاتة وستة من عشرة او. يبقى هقول ستة وتلاتين على تلاتة وستة من عشرة هيكون الناتج عشرة امبير. يبقى هاجي هنا عشان احسب الاي اميتر هعوض عن الطيار الكلي بالقيمة عشرة. ناقص احسب طيار اربعة. تمام. يبقى انا كده. عندي فرعين. وفرعهم. والفرع ده معي على التوازي. وداخل عليهم الاي توتل اللي هي عشرة امبير. يا ترى الفرع ده هيكون نصيبه كام من العشرة. طيب ما تيجي نبسط الفرع ده عشان نعرف نصيبه. مش انت عندك هنا. الفرع العلوي ده. هعتبر مقوماته كلها اربعة. والاتناشر دي مش هتفقنا نتخلصهم في التوازي تلاتة. والستة دي بتسعة. اعتبروا كله بتسعة هم. وفي مقاومة تحت بستة بسطها على نفسك. وقادي الطيار عشرة امبير عايزين نجزعه. لابا انت عايز تقع في الطيار الداخل في الفرع ده بسطه بالمنزر ده. طب تمام. عايزة بقى احسب الطيار اللي ماشي في الفرع ده. الطيار اللي ماشي في الفرع ده. هقول طيار الفرع بتحسب ازاي? اي فرع بيساوي. الطيار الداخل عليهم عشرة في مقاومة التوازي. تسعة في ستة. على تسعة زائد ستة. اللي احنا لسه ايليناها تلاتة وستة من عشرة. على مقاومة الفرع اللي انت عايز الطيار فيه. انا عايز الطيار هنا على التسعة. تمام. يبقى هنا. يبقى انت عندك الطيار الفرع هيبقى اربعة امبير. يبقى الطيار اللي هنا اربعة. والطيار اللي هنا يبقى ستة عشان الطيار الداخل عشرة. يبقى هنا اربعة. وهنا الايه 6 امبير يبا انت بتبص هنا وبتبص هنا طب عايز تتأكد ماشي مفروض فرق الجهد بيبقى متساوي 4 في 9 ب36 6 في 6 ب36 هتلاقيها اي فقر هنا يبا انت ماشي صح طيب الطيار اللي هو اربعة هيرجع يجز ليه الاربعة والاثناشر وانا يهمني طيار الاربعة يبا انا عايز اعرف طيار الاربعة يا ترى الاربعة دي نصبها كام من الاربعة امبير طيب هنقول طيار الاربعة بالساوي الطيار اللي داخل على المجموعة اللي فيها الاربعة اللي هو قمته كام اربعة امبير في مقاومة التوازي اللي هي اربعة باثناشر على اربعة زائد اتناشر اللي هي تلاتة على مقاومة الفرع اللي انت عايز الطيار فيه اللي هو اربعة هيبقى الناتج تلاتة امبير لان الاربعة هطير مع الاربعة هتيجي هنا بقى تقول عشرة ناقص انت جبت هنا القيمة طيار اربعة بتلاتة يبقى انت هتقول عشرة تشيل منها 3 هيبقى الناتج 7 أمبير هتدور في الإجابات هتلاقي الإجابة الصحيحة رقم B سؤال رقم 182 في الدايرة الكهربية المقابلة تكون قيمة شدة الطيار هي إيه؟ تمام الطيار اللي هو A ده ده الطيار الكل اللي هو مروح على السل طيب المعلومات اللي عندنا عند المقام R والR والR دول متوصلين على التوازي الإثبات لو أنا جيت أرقم العقد دي هقول لو قلت على دي 1 فده سلك فاضي فيبقى دي كمان 1 وتبقى العقدة دي 2 وعشان ده سلك فاضي يبقى دي 2 يبقى أنت عندك المقام R دي بين 1 و 2 والمقام R دي بين 1 و 2 والمقام R دي بين 1 و 2 يبقى المقامات كلها على التوازي طيب تمام فيه 4 أمبير دخلين على الأرض والأرضي تفتكر هيتوزعه إزاي؟ أكيد كل واحدة هتاخد 2 ليه بقى؟ لأن المقامات دي متساوية فدي هتاخد 2 أمبير ودي 2 أمبير طيب المقامة اللي قابليهم تبقى خادت كام؟ زيهم 2 أمبير يقول لو ما يكون عندك مقامات متساوية متوصلة على التوازي الطيار بيجزق عليهم بنفس النسب يعني هيبقى هنا زي هنا زي هنا لكن لو مش كانت متساوية كان هيتوزع عليهم بعكس نسب المقامات طيب في الحالة دي يبقى الطيار كل كان كام إجمع 2 و 2 أربعة و 2 يبقى 6 يبقى الطيار الكل يقمته 6 أمبير ويتبقى الإجابة الصحيحة رقم G السؤال رقم 183 في الدائرة القهربية المقابلة عايز قراءة الأميتر هنا عندي المقامة 2 متوصلة على التوازي مع السلك الفاضي فكده السلك ده هيلغي المقامة دي وفي نفس الوقت الأميتر ده أميتر مثالي أدم ما قاليش إنه له مقامة وبالتالي هعتبره سلك فاضي فهيلغي دي ودي طب ما الطيار همشي إزاي الطيار الكل هايخرج من الكتب الموجب هيعدي على الخمسة وبعدين يمشي في السلك الفاضي ده ويجي عدي يمشي كليتا في الأميتر ويروح السلك يعني الطيار اللي هيملى الأميتر عبارة عن الستاشر على المقامة اللي عندي مفيش غير الخمسة يبقى الناتج تلاتة واثنين من عشرة أمبير طيب لو عايز تتأكد إن فعلا المقامة 2 واربعة واثنين هتتلغي تعالى نرقب أدي عندك عقدة ودي عقدة ودي عقدة ودي عقدة لو قلنا هنا واحد هيبقى ده سلك فاضي يبقى أوله زي آخر واحد وده برضو هيبقى واحد وده برضو هيبقى واحد يبقى عندك الاربعة بين الواحد والواحد أدام أولها زي آخرها ملغية والتنين بين واحد وواحد تبقى ملغية والتنين بين واحد وواحد تبقى ملغية يبقى ما عندكش غير المقامة خمسة بس هتقسم الستاشر على الخمسة هيطلع الناتج تلاتة واثنين من عشرة أمبير السؤال 184 في الشكل مقابل تكون العلاقة الصحيحة بين شد الطيارات أي واحد وأي اتنين وأي تلاتة تمام الطيارات اللي بيسألني على العلاقة اللي بينهم دول فيه أفرع متوصلة على التوازي يعني الفرع ده مع الفرع ده مع الفرع ده على التوازي وانت عارف ان الطيار بيتوزع بعكس نسب المقامة يعني الطيار الكبير هتلاقيه مع المقامة الصغيرة والطيار الصغير هتلاقيه مع المقامة الكبيرة فلازم تبقى عارف كل فرع قيمة المقامات اللي عليه عشان تقدر تحديد الطيار اللي عليه كبير ولا صغير يعني مثلا الفرع اللي تحت مفوش غير مقامة واحدة قيمتها R الفرع الأوسط في R و R متوصلين على التوازي يعني لو هنا لخصتهم كده هيبقى نص R ماشي فيهم طيار I2 يبقى I2 ماشي الفرع ده اللي هو تخليص ال R وال R نص R وهنا I3 ماشي وفيه في الفرع اللي فوق I و I توالي يعني 2R هذه I1 يبقى كده المجموعة هي متوصلة على التوازي تمام أكبر طيار مع أصغر مقامل هل 2R أصغر ولا النص ولا R طبعا النص R أصغر يبقى I2 أكبر حاجة يبقى I2 أكبر طيب خلصنا من دي تعالي بقى نقارن ميل أصغر R ولا 2R لا R يبقى هنا الطيار I3 اللي ورا منا آخر حاجة اللي المقامة الكبيرة دي يبقى طيارها سويا يبقى هنا I1 يبقى ترتيب I2 أكبر من I3 أكبر من I1 يعني إجابة صحيحة هتبقى رقم G السؤال لرقم 185 عندك 3 مقامات متوصلة كما بالرسم ثلاث مقامات متوصلين على التوازي كل منها بيمر فيه شحنة مقدارها Q فيه QM وQL وQK فإن العلاقة بين مقدار الشحنة المرة في كل مقامة إيه حكاية الكيو؟ الكيو زي الطيار أنت عارف أن الطيار بيجزأ في حالة التوصيل على التوازي وبيتجزأ إزاي؟ المقامة الكبيرة بتاخد طيار أقل والمقامة صغيرة بتاخد طيار كبير شيل كلمة الطيار وكتب مكانه Q يبقى كعينيك بالظبط برتب الطيار هو ترتيب الطيار هو ترتيب الشحنة طيب إحنا هنبص كده على الأفرة مين هنا أصغر مقامة؟ طبعاً الـR يبقى الكيو للموصل K أكبر حاجة طيب نقص الاتنين دول نقارن بينهم مين الأصغر الاتنين R ولا التلاتة R؟ لا الاتنين R أصغر يبقى طيارها أكبر يبقى الكيو لعندها أكبر من D يبقى بعد كده دي أكبر من QL طيب وفي الآخر خالص هتبقى الكيو L تعالى ندعوه في الاختيارات هنلاقي الاختيار الصحيح QK أكبر من QL أكبر من QM يبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف السؤال 186 عندنا سلكين A, B و C D من نفس المادة ليهم نفس الطول متوصلين معاً على التوالي خلي بالك من كلمة التواجد مع دايرة كهربية مغلقة فإذا كان السلك A, B أكثر سمكاً من السلك C طب تمام؟ فإن شد الطيار الموار في السلك السميك إلى شد الطيار الموار في السلك الأقل سمك تمام؟ من خصائص التوصيل على التوالي إن شدة الطيار متساوي يعني الطيار اللي هيمر هنا هو الطيار اللي هيمر هنا وكأنك جبتلي مقاومتين مختلفتين متوصلين على التوالي طيار دي زي طيار دي وبالتالي لما تيجي تعمل نسبة هيبقى الطيار نسبته تساوي الواحد يعني الإجابة الصحيحة تبقى رقم G السؤال 187 بيقولك في الدايرة الموضحة بالرسم لما تقفل مفتاح عايز قراءة الفلتاميتر طبعاً يبقى أنا عندي حالة المفتاح مفتوح اللي هي المنظر اللي قدامك ده والمفتاح مفتوح والأميتر مسجل 2 أمبير وحالة تانية لما المفتاح يبقى مغلق عايزين بقى نجيب قراءة الفلتاميتر هتبقى قمتها كاي طيب إحنا عايزين نستغل الوضع الأول والمفتاح مفتوح كان الأميتر مسجل 2 أمبير فأنا ممكن أعرف قيمة الفلتاميتر الفلتاميتر بساوي الآي في الأراض اللي عندك الأميتر كان مسجل 2 والمقاومات اللي عندك كان معك 8 و 4 متوصلين على التوالي 4 و 8 و 12 يبقى أنت عندك هنا الفلتاميتر 24 فلتاميتر طبعاً نشلت الفلتاميتر بس أنا عارفة مكانه فيه تمام طب أنا كده عرفت قيمة الفلتاميتر 24 هاجي هنا بقى لما أنت هتقفل مفتاح البطارية مش هتغير قيمتها مش هتتغير الفلتاميتر طيب عايزين بقى نجيب كراءة الفلتاميتر الأول نحسب الطيار من جديد لأن الطيار مش هيدان و 2 غلق المفتاح هيغير المقامات الفي الدايرة وبالتالي هيغير من طيار الدايرة فتعالا كده نحسب الطيار هنقول الآي بساوي الفلتاميتر اللي هي 24 اللي احنا عرفناها من الحالة الأولى على المقامات اللي عندك عندك 8 مع 8 على التوازي تخلصهم خد 1 على عددهم 8 على 2 على 4 جنبها 4 يبقى 8 يبقى طيارك 3 أم بي تعالا نجيب فرق الجهد بتاع منطقة التوازي هنقول الطيار اللي داخل عليهم اللي هو قيمته 3 في مقاومات التوازي اللي احنا خلصناها على 4 يبقى 3 ف4 بـ 12 فلت فتبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ألف سؤال رقم 188 في الدائرة المقابلة عايز قيمة i بالسوية تمام i دي طيار فرع يعني الطيار هيخرج من البطارية هيتجزة في المجموعة دي يعني في الـ 12 والـ 12 وبعدين يجمع هنا في الـ i وده هيعتبر فرع وفيه جزء تاني هنا طيب إيه اللي مش فيه بصوا احنا دلوقتي هنخلي هنختصر الفرع ده مش الـ 12 مع الـ 12 متوصلين على التوازي أخذ واحدة على العددهم 12 على الاتنين فيها الـ 6 فانا شلتهم اهو وكتبت بدل منهم بـ 6 يبقى انت عندك مقاومة 6 ودي طيار مقاومة 6 ماشي ودي البطارية وفيه في الفرع التاني مقاومتين جنب بعض واحد واثنين تلاتة يبقى كأن معاك بطارية 9 فولت وفيه عندك في الفرع ده كده وفرع التاني الفرع ده في واحد واثنين تلاتة قوم والفرع ده في ستة قوم هيجي الطيار يخرج هيجزة جزء هنا وجزئهم انا عايزة بقى اعرف طيار الستة تمام تعال نجيب الاول الطيار الكلي هنقول عبارة عن الفي باتري اللي هي التسعة على مقاومات الدايرة كلها التلاتة مع الستة توازي تلاتة في ستة على تلاتة زائد ستة يبقى اثنين يبقى الطيار الكلي اربعة ونص أمبير يبقى الطيار هيخرج هنا اربعة ونص أمبير يطر الفرع ده نصيبه قد ايه من الاربعة ونص تعالوا نجيب طيار الفرع ايه ستة يعني ايه فرع بيساوي الطيار اللي داخل عليهم اللي هو الطيار الكلي اربعة ونص في مقاومة التوازي انهي مقاومة التوازي اللي الفرع ده جزء منه في مقاومة التوازي اللي هي اثنين تلاتة في ستة على تلاتة زائد ستة على مقاومة الفرع اللي انت عايز الطيار فيه انا عايز الطيار في الفرع ده في الفرع ستة تمام هيبقى معاك الناتج 1 ونص أمبير يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم B السؤال 189 عندنا مقامتين قيمة إحدهما 3 أمثال قيمة الأخرى عند توصيله مع التوالي يبقى أنا عندي مقامتين متوصلين على التوالي 1 3 أمثال الثانية يعني لو 1 R يبقى الثانية 3 R عند توصيله مع التوالي تكون شدة طيار الثانية إيه بالنسبة لشدة طيار الأولى طب لما إحنا بنوصل على التوالي بتبقى شدة طيار متساوية فيبقى شدة طيار هنا هو هنا يعني حيختار الاختيار رقم G تساوي شدة طيار الثانية بتساوي شدة طيار الأولى طيب هنا الإجابة جي طب 190 طب إذا وصلت أربع لمبات مقاومة كل منها 6 أم يبقى أنا معايا على التوازي هناخد كده أدي لمبة أدي اتنين أدي تلاتة أدي أربعة أربع لمبات وهوصلهم على التوازي ماشي كل واحدة مقاومتها 6 أم دي 6 ودي 6 ودي 6 ماشي ثم وصلت المجموعة ببطارية 12 فولت هوصل المجموعة ببطارية خدمتها 12 فولت ماشي عايش الطيار الموارف البطارية طبعا شهد الطيار الموارف البطارية يعني الطيار الكمبي طيب إحنا هنجيب الأول المكافأة لما يكون عندنا مقامات متوصلة على التوازي ومتساوية بياخد واحدة على عددهم يبقى 6 1 2 3 4 طيب عايزين نحسب الطيار ماشي الشحنة الكلية اللي هي الكيو بساوي آيفتي وإحنا قلنا إن الطيار الكلي أده ما عايز الكيو توتالي باي توتال الطيار الكلي اتفقنا إن هو قمته 8 والزمن 10 يبقى أنت عندك 80 كولوم يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ده طيب وشدد الطيار الموارف بكل لنبة تعالوا كده نشوف الرسمة تاني إحنا بنقول الطيار الكلي قمته 8 أمبير فالطيار ده هتجزع على الأربع أفرع بالتساوي يبقى تقسم التمانية على أربعة يبقى هنا 2 أمبير وهنا 2 أمبير وهنا 2 أمبير وهنا برضو 2 أمبير يبقى شدد الطيار الموارف بكل لنبة بيساوي إيه؟ 2 أمبير يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ده طيب فرق الجهد بين طرفي كل لنبة فرق الجهد هنا هو هنا هو هنا هو الفي باتري عشان ما فيش غيرها يبقى 12 فولت يبقى الإجابة الصحيحة هتكون ألف 12 فولت رقم اللي بعده وتكون المقامة الكلية اللمبات الأربعة بتساوي إيه؟ طبعا إحنا حسبنا قلنا 6 على أربعة لو أسمتها هتطلع واحد ونص يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم جيب طيب عايز المقامة الكلية اللمبات الأربعة لما هتوصله مع التوالي هيبقى 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 أو تقول واحدة منهم في عددهم يبقى 24 قوم يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف السؤال رقم 111 في الشكل المقابل هيسقيمة المقامة R اللي تجعل الطيار المار بيها ونفس الطيار المار في المقامة 12 تماما هنتعامل ازاي مع السؤال ده؟ لو احنا حبينا الرقم ونقول هنا واحد هنا اثنين هنا تلاتة هتلاقي عندك الاتنين والاربعة اللي هما جنب بعض التوالي اللي هما ستة توازي مع الاثناشر لأن الفرع ده اهو بين واحد واثنين وفرع ده بين واحد واثنين يبقى الفرع ده مع ده توازي وده بين اثنين والتلاتة وده برضو بين اثنين والتلاتة يبقى ده كده مع ده توازي تماما أنا رسمت الرسمة هي بطريقة اللي ممكن أفهمها يبقى عندك الاثنين والاربعة توازي مع الاثناشر والتلاتة والاربعة توازي مع الار هنفترض ده كده الطيار الكل هيجي هنا بيتجزق بس انت قلتلي على معلومة إن طيار الاثناشر بيساوي طيار الاي فلما افترضت ده ااي أكيد ده كمان هيبقى ااي طب تماما هتعامل ازاي برضو هقول أنا ده معرفت طيار الفرع ده أقدر أجيب طيار الفرع ده ازاي على أساس إن انت عندك فيه التوصيل على التوازي بيبقى فرق الجهد المتساوي فاي ار فوق اي فوق اللي هي مثلا هسميها اي شرطة فيه الارات اللي فوق اثنين واربعة ستة بالساوي اي لتحت اللي انت افترضتها باي فيه اتناشر على الستة فعل واحد على الستة فعل اتنين يبقى الاي داش دي عبارة عن اتنين اي يبقى هنا اتنين اي طيب ممكن لسف ممكن تحلها من غير الكلام ده تقولك ايه هنا او اللي ماشي في الاثناشر اي يبقى اللي هيمشي في الستة المقاومات قلت للنص يبقى الطيار يزيد للضعف باي طريقة تعجبك حل بيها هيجي الطيار هنا يجمع اي واثنين اي يبقى ثلاثة اي هيرجع الجزء تاني دي هتاخد زي ما داخد اي يبقى كده الفرع الفوق هياخد كام اتنين اي طيب ما انا كده اقدر اجيب لك كونتو المقاومة لو انا قلت ان برضو دي منطقة توازي ففرق الجهد فيها متساوي اطبق المعلومة اللي بتقول ان اي ار فوق بيساوي اي ار تحت وادر اجيب من هنا الار هقول اتنين اي في الطيار في المقاومات اربعة اربعة وتلاتة سبعة بيساوي اي تحت في الار الى تحت الاي دي هتطير مع الاي وتبقى الار بيساوي اتنين في سبعة باربعة عشر او بطريقة تانية تقول لي ادام هنا الطيار الضعف بصوا كده او بنقول العكس ده هنا اتنين اي يبقى هنا اي يبقى الطيار ده النص يبقى المقاومات الضعف ضعف السبعة اربعة عشر بأي طريقة تعجبك حل بيها المهم من المقاومة طلعت 14 قوم يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقام جيد السؤال 192 في الدائرة التي أمامك فإن قراءة الأميتر بتكون إيه؟ عشان نجيب قراءة الأميتر الأميتر ده على سلك فاضي فلازم الأول أعرف طيار كل مقاومة يعني إيه؟ يعني هعتبر الثلاثة مع الثمنتاشر متواصلين توازي والتسعة مع الستة متواصلين على التوازي طبعا ما تستعجلش وتقول إن الأميتر بيقرأ سفر لإن نسب المقاومات حوال إنه مش ثبتة ثلاثة على تسعة مهياش تمنتاشر على الستة ففي الحالة دي فيه طيار بيمر في السلك ده وبالتالي الأميتر بيسجل رقم عشان نجيب قراءة الأميتر هنحاول نجيب طيار كل مقاومة أنا وصلت المقاومات هي الثلاثة مع الثمنتاشر على التوازي والتسعة مع الستة على التوازي تعالوا بقى نجيب المقاومة التوازي دي هنقول R توازي عبارة عن 3 فيه 18 على 3 زائد 3 فيه 18 على 3 زائد 18 هيكون معاك الناتج 18 على سعة تمام دي مقاومة التوازي هن تعالوا نجيب طيار الفرع ده هنقول I 3 يعني طيار الماشي في المقاومة 3 عبارة عن الطيار الداخل عليهم اللي هو 35 في مقاومة التوازي اللي هي 18 على السبعة على مقاومة الفرع اللي انت عايز الطيار فيه لو 3 هيطلع I 3 عندي قمته بحوالي 30 أمبير يبقى انت هنا خدت من 35 30 أمبير يبقى فاضل هنا كان بقى يبقى هنا ياخد 5 عشان 35 عبارة عن 35 هيجي الطيار هنا يرجع تاني يجمع 35 عايزين نوزعهم هنا فنجيب الأول مقاومة التوازي نقول 9 في 6 على 9 زائد 6 هيساوي 18 على الخمسة عايزة جيب I 9 طيار المقاومة 9 هقول الطيار اللي داخل عليهم اللي هو 35 في مقاومة التوازي اللي هي 18 على 5 في مقاومة الفرع اللي انت عايز الطيار فيه اللي هو 9 هيطلع معاك قمته 14 أمبير يبقى ده ماشي فيه 14 أمبير لو ده 14 يخصمه من 35 هيبقى ده 21 أمبير تماماك يبقى أنا هاجي بقى على الرسمة هنا هقول إن أنا عندي هنا الطيار هنا 30 أمبير وهنا 5 أمبير وهنا 21 أمبير وهنا قلنا 14 أمبير يبقى أنا أول حاجة حققت جبت طيار كل مقاومة تعالي عند النقطة دي تماماك داخل كام داخل هنا 5 طلع كام طلع 21 طب إزاي لازم اللي داخليني وبقد اللي طالعيني بلازم ده يكون داخل عن النقطة وقمته كام قمته 16 طبعا نجرب 16 و 5 هايبقى هما الواحد و 20 طيب يبقى ده أنا عرفت هنا الطيار اللي هنا 16 طب أتأكد بقى تعالي عند النقطة دي انت بتقول لي اللي داخل هنا 30 ضع مننا 16 16 هربت من النقطة دي يبقى 30 شل منها 16 هتلاقي الناتج 14 يبقى إحنا ماشيين مزموط يبقى هنا قيمة الطيار اللي ماشي في الأمبير 16 أمبير سؤال 193 عايز قيمة المقامة R في الدائرة تمام هيطلع هنا الطيار من القطب الموجة بيجزق جزء في الفرع ده وجزء في الفرع ده هنا واحد وهنا اتنين يبقى انت عندك الفرع ده مع الفرع ده على التوازي فعايز استغل المعلومة اللي بتقول ان فرق الجهد متساوي يعني ايه يعني IR اليمة دي هو IR اليمة دي يبقى واحد في R لازم تساوي 2 في 6 وبكده هتبقى الر بساوي 12 قوم يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم به السؤال بعده 194 في الشكل المقابل عايز قراءة الأميتر تماما هيخرج هنا الطيار الكل من القطب الموجة بقيمة I هيتجزق جزء في الفرع ده وجزء في الفرع ده يبقى الأميتر هنا بيقرأ طيار فرع طب الفرع اللي فوق مقاماته كام 12 والفرع اللي تحته مقاماته كام 3 جنبها 9 12 المقامات زي بعض يبقى الطيارات زي بعض يعني الطيار هيجزق بالتساوي هيبقى هنا I يجزق I على 2 وهنا I على 2 يبقى قراءة الأميتر عبارة عن I على 2 يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ألف سؤال 995 في الدائرة المقابلة إذا كانت قراءة الأميتر مفتاح S مفتوح بالساوي 2 أمبيل فإن قراءة الأميتر I واحد والمفتاح مغلق أدي I واحد لما يكون المفتاح مفتوح الفرع ده مش معاني وبكده الأميتر I واحد هيقرأ الطيار الكل طيب لما نقفل مفتاح هيبقى الأميتر مش بيمر في الطيار الكل لأ هيجي الطيار الكل يجزق جزء في I وجزء في الفرع السفلي وبالتالي I واحد هيقرأ جزء من الطيار هل الجزء ده أنت تقدر تقدره كم؟ أيوة معاني عندي المقامة دي R ودي زيها R يعني مقامتين زي بعض وبالتالي الطيار الكل هيجزق إلى جزئين جيب الأول والمفتاح مفتوح تعالوا نجيب I توتل I توتل هتبه هي قراءة الأميتر في الحالة الأولى V بتري على الأرات اللي عندي معنديش غير R واحدة تمام هذه قراءة الأميتر في الحالة الأولى قراءة الأميتر في الحالة الثانية أخذ نصه طيب تمام I توتل في الحالة الثانية عبارة عن V بتري على الأرات معي R و R على التوازي تخلصهم R على 2 مقام المقام بسط يبقى ده I توتل هاخد نصه يبقى I أميتر في الحالة الثانية هيبقى نص اللي اتنين V بتري على ال R طيب ما اللي اتنين هتطير مع الاتنين ويبقى الناتج V بتري على ال R الله ما هي نفس القيمة يعني لو كانت I واحد باتنين هتبقى في الحالة الثانية برضو باتنين يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم G سؤال 196 في شكل مقابل عايز فرق الجهد عبر المقامة 4 بيسوي ايه قد المقامة 4 عشان نجي فرق الجهد بين طرفي المقامة دي عايز أضرب I في R ال R موجودة كموتها 4 أما ال I اللي هتمشي في المقامة 4 ده الطيار الكل يبقى أنا مهمتي أعرف قيمة الطيار الكل تمام عاجي عند الفرع ده معلوم طياره وبالتالي هنا المقامة 2 هنا المقامة 1 يعني المقامة قلت لي النص يبقى طيار يزداد للضعف يعني المفروض هنا يبقى 4 أمبير وبالتالي 4 و 2 يبقى هنا 6 اللي مش فاهم الكلام ده أنا معي الفرع ده مع الفرع ده على التوازي يبقى فرق الجهد متساوي يبقى I R هنا بتساوي I R هنا ال I اللي هنا اللي هي 2 في المقامة اللي هي هنا 2 بتساوي ال I اللي هنا اللي هي مش عارفينها قيمتها كام في واحد تمام يبقى الاي دي بتساوي كام يبقى الاي دي كده ساوي اربعة يبقى هنعمل ساهم كده ونقول اربعة امبير الاربعة مع الاتنين هتجمع هنا وتمشي لي هنا ستة امبير اربعة في ستة عشان اجيب فرق الجهد باربعة وعشرين يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم بي السؤال رقم مية سبعة وتسعين فده الموضحة بالشكل تكون قيمة الار التي تجعل قراءة الاميتر اثنين امبير يبقى هنا معلوم الطيار الكلي ومعلوم الفي باتري وعند مقاومة من المقاومات دي مجهولة ايه رأيكم اعتبر كل المقاومات دي مجهولة ونقول ان الار بتساوي الفي باتري على الاي يعني عشرة على الاتنين هتبقى خمسة او يبقى كل دول خمسة طيب شل منهم الاتنين يبقى المجموعة دي بتلاتة يبقى ستة في ار على ستة زائد ار بتساوي تلاتة يبقى التلاتة دي المكافئ من التوازي انت ممكن تقولها على طول ان الار بستة بس خلينا نقولها برضو خطوات يبقى ستة في ار على ستة زائد ار بتساوي تلاتة تلاتة دي اعتبرها على واحد يبقى هنا ستة ار بتساوي وزع التلاتة عشرة على مجدار مجموعة تلاتة في ستة بتمنتاشر زائد تلاتة ار حد التلاتة ار النحية دي بس ستة ار شل منها التلاتة يبقى 3R بالساوي 18 يبقى الR بالساوي 18 على 3 فيها الستة قوم يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ده وممكن تقول عشان تجيب دياً 3 يبقى أكيد دي لازم تبقى 6 عشان أخذ واحد على عددهم يبقى الناتج 6 الطريقة اللي تعجبك حل بيها السؤال 198 عايز نقدار التغير في قراءة الأميتر بعد غلق المفتاح ده معناه أنه عندي حالتين هنجيب قراءة الأميتر قبل ما نقفت وقراءة الأميتر بعد ما نقف المفتاح ونترحه من بعض عشان أجيب مجدار التغير كلمة مجدار التغير يعني أطرح المجدارين من بعض تمام طيب المفتاح مفتوح بتبقى دي دايرتك يبقى أنت هتجيب قراءة الأميتر هنا كده الأميتر هيمشي فيه الطيار الكل يبقى أي أميتر في الحالة الأولى هيمشي فيه الطيار الكل اللي هو عبارة عن بي باتري 4 على المقاومات اللي عندك امبير ده ده في حالة المفتاح مفتوح لما هنقفل المفتاح ده هيجي هنا الطيار يخرج من القطب الموجب هيجزق جزق فوق جزق تحت فلما نيجي نقاول وهيمشي في الاميتر مش الطيار الكل طيار فرع طيب الطيار الفرع ده هتبقى قيم تؤدي ايه من الطيار الكل هيبقى النص ليه لان الفرع اللي فوق ده ب12 والفرع اللي تحت ب12 فالطيار الكل هيتجزق الى نصين طيب وده في حالة الغلق هنقول في بتري اللي هي اربعة على المقاومات الدايرة عندك اتناشر مع اتناشر على التوازي تاخد واحدة على عددهم ستة ستة زائد الاربعة الاربعة دي تولي اجبار لانه هيمشي فيها الطيار الكل وهم روح السابق يبقى انت عندك الناتج هيبقى اربعة من عشرة امبير طبعا اربعة من عشرة امبير هتاخد نصه يبقى قراءة الاميتر في الحالة التانية هتاخد نص القراءة اللي هي اتنين من عشرة امبير يبقى انت عندك الاولى 25 والتانية اتنين من عشرة اترحموا البعض 25 من مية شيل منها اتنين من عشرة هيبقى الناتج خمسة من مية امبير هو ده مقدار التغير يبقى الاجابة الصحيحة تبقى رقم جي سؤال 199 اذا كانت قراءة الفلتميتر في واحد بتساوي 24 تكون قراءة في اتنين بتساوي ايه؟ تمام الفلتميتر ده او ده ما قالش انه له مقامة بالتالي بقى فلتميتر مثالي فلو شلته من الدايرة الفلتميتر هو الجهاز اللي لو شلته من الدايرة مش هيأثر على تركبها ادام مثالي فحكتشف بقى ان الار جنبها الاثنين ار على التوالي تمام بس منساش الفي واحد محوط على الاثنين ار قد الفي واحد محوط على الاثنين ار والفي اتنين محوط على المقامات كلها بفي اتنين واخد كله تمام طيب انا هعمل نسبة طبعا انت عارف ادام الاثنين ار والار متوصلين على التوالي ى الطير عبر هون متساوية. بضع الطير للطير المحادي فيهم وهنا اهنا اهي. فانا هقول اعمل نسبة بواحد على v2. بواحد عبارة عن اي في المقامة المحاوط عليها الفلتاميتر اللي هي 2R وهنا ال v2 عبارة على دي في المقامة المحاوط عليها الفلتاميتر محاوط علي كله. اثنين ارزو الا T يعني ثلاثة اي ر. دي هالطير معدي وده هالطير معدي. يbokنتي معك اثنين على تلاتة. هتشير في واحد وتكتب اه قيمتها اثنين فولت و V2 مجهولة يبقى V2 بالساوي الطرف المتصل على المجهول يبقى 2 في 3 على 2 يبقى الناتج 3 فول يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم D سؤال الرقم 2 في دير الموضحة بالشكل عايز قيمة ال R تمام أنا معايا ال V باتري ومعايا الطيار الكل ومعايا مقاومة من المقاومات مجهولة فأنا هاعتبر كل المقاومات اللي بره دي مجهولة وأقول إن ال R كلها R توتال بساوي V على I V اللي هي 120 على I اللي هي 10 حيث تبقى المقاومات كلها 12 تمام عندك هنا 8 شلها من ال 12 تبقى فاضل 4 يبقى مكافئ دول لازم يبقى 4 يعني R في 5 على R زائد 5 لازم يساوي 4 يبقى هنقول 5 R في 1 ب 5 R بساوي 4 وزعها على المقدار ده يبقى 4 R زائد 20 يبقى هنا هوادل 4 R نحياني 15 من 4 يبقى R بساوي 20 قوم يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف السؤال 200 واحد في الشكل المقابل إذا تحرك الزالج قليلا من الاتجاه X لوان تمام الزالج ده بيجزق الريستات إلى جزئين جزء متصل معي في الدايرة وجزء اللي طرف مع الهواء اللي ليه طرف مع الهواء ده بنستغنى عنه فلما أنت تحرك لإزالج من X لو Y يبقى أنت بتطول الجزء اللي مع الهواء يعني بتصغر الجزء اللي معاك يعني بتقالي المقاومة يبقى هنا المقصود بتحريك الزالج من X لو Y تقليل المقاومة تمام فعايز قراءة A1 و2 هذه البطارية A اللي هنا A2 ده طيار كلي أدام مروحة السالب مباشر متصل بأي قطب من أكتاب البطارية مباشر يبقى ده طيار الكل فيه هنا فرع في A1 وفيه مقاومة قيمتها R وفيه فرع فيه ظالج فيه مقاومة بتقل والفرع ده كده معدها على التواسي تمام هنا البطارية ملهاش مقاومة داخلية بمعنى أنا ما عنديش في الدايرة دي غير منطقة التوازي اللي بينه النقطتين دون تمام فالV بطاري هتوزع فرق الجهد على مناطق الدايرة مفيش غير منطقة التوازي واحدة ما هدي توازي معدي يبقى دي هتاخد V بطاري واللي فوق هتاخد V بطاري تمام طيب أنا عايز أجيب كراءة الأميتر A1 A1 أي أميتر A1 هيساوي الفي على الار الفي بتاعت الصفرع ده إيه V بطاري والار بتاعت الفرع ده إيه ار طب إنت لما هتحرك الريستات هتغير من قيمة الV بطاري أبدا طب لما هتحرك الريستات هتغير من قيمة الار اللي موجودة هنا أبدا يبقى أميتر A1 يظل كما هو يظل كما هو طيب الأميتر A2 هحصله إيه ده بيقس الطيار الكلي وإنت بتقلل مقاومات يعني بتقلل مقاومات الدايرة فالطيار الكلي حيزداد يبقى إيه 2 حيزداد يبقى أنا عندي يقل يزداد يعني عندي يظل كما هو ويزداد يبقى يظل يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم يزداد إيه إيه إيه